النوع التالت من الدوال الأم وهو الدالة أو دالة القيمة المطلقة تكتب بهذا الشكل اسمها دالة المقياس أو دالة القيمة المطلقة رسم الدالة القيمة المطلقة زي ما احنا شايفين متمثلة حول محور Y وتمثل زي حرف السبعة كده وهذا محور إيه؟ هذا محور Y المجال حجها R والمدى لازم يكون موجب هذي جميع الاعداد الموجبة من الصفر إلى مال نهاية العائلة حجها نفس الفكرة Fx تساوي A في القيمة المطلقة للX ناجس الH زائد الK وإحنا اتفاجنا الH لو كان جهة اليمين بتبقى بالسالب جهة اليسار بتبقى بالموجب الK لأعلى موجب لأسفل A سالب لو كانت قيمة الA دي سالبة يبقى يحدث لها نعكاس حول محور الX يحدث لها نعكاس حول محور A الX تعالوا نشوف السؤال هنا أي التحولات الهندسية التالية الصحيحة للدالة المرسومة أمامي هل إزاحة مقدرها 2 للأسفل؟ لا طبعا لأن هنا عند السالب 3 إزاحة مقدرها 2 اليسار؟ طبعا لا نعكاس حول محور الX طبعا لا إزاحة مقدرها 3 وحدات للأسفل؟ أيوة اللي حصل لهذه الدالة إنها انزاحة 3 وحدات إلى الأسفل شايفين الدالة الأم هنا؟ هذه الدالة الأم لما نسوي لها 3 وحدات للأسفل هتيجي عند هذه النقطة زي ما أنتم شايفين لها عند السالب 3